نحن الآن على الطريق البري الواصل من مدينة السلمية إلى حلب هذا الطريق الاستراتيجي وهو الشريان وسط البلاد بكل ما تحمله الكلمة من معنا هنا نرى بعض حطام السيارات الثقيلة التي تم رصدها وتدميرها عبر القوات المرابطة هنا قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة هنا بعض الأدوية بقايا الأدوية وبقايا مشفى ميداني في العمق مباشرة نستطيع أن نرى هناك صهريج تم تدميره بالكامل كان يحمل المازوت والمواد المحروقات في محاولات للوصول إلى الأليات الثقيلة الموجودة لأداء الرهابي داعش والتي يتم استهدافة فيه كل مرة يتم رصدها من قبل القوات المرابطة هنا قبل الوصول بلحظات للنقطة المرجوة واستهدف الطريق عبر قذائف الهاون الإرهابية مباشرة تم الرد بشكل استثنائي بعمق مصدر الاستهداف تقوم مجموعات للعمق المسلحة بمحاولات يائسة لتقطع طرق أمداد الجيش والقواف الإنساني لمدينة حلب ولكنهم يلاقون كل مرة الرد القوي من الجيش العرب السوري وفي هذه اللحظة تم استهداف مربط هاون كان يستهدف الطريق بعدة قذائف وتم تدميره على كامل طول الطريق البري الممتد من السلمية إلى حلب وصولا ومرورا بمناطق عديدة حيث شريان ضخ الحياة للمنطقة الشرقية تثبت بشكل مدروس قوات الجيش المرابطة حامية لطرفي الطريق من تنظيمين إرهابيين النصر وداعش على يسار حدود إدلب الإدارية ويمين امتداد البادية السورية نحن الآن في نقطة متقدمة ومواجهة لإرهابي داعش المقاتلون هنا يرصدون أي تحرك إرهابي ويتم استهدافه في اليومين الماضيين تم استهداف ضرب أحد الصهاريج التي كانت تحمل المواد المحلوقة وتتجه إلى البيوت العميقة في عمق الصورة هذا هو امتداد البادية السورية يمتد من البادية السورية وصولا إلى الرقة هنا يتواجد جموع الإرهابين ولكن دائما صلايات المدفعية والطيران الحربي الذي لا يهدأ عن ضرب أي تحرك إرهابي بالإضافة إلى عناصر التثبيت المتواجدة هنا وتضرب أي تحرك على مدار 24 ساعة ويتم حماية وتأمين الطريق الواصل إلى المنطقة الشرقية وإلى محافظة حلب بشكل كامل خمس سنين تناوبت فصائل إرهابية عديدة على محاولات قطع الطريق والتهريب عبره إلا أن فشلهم يستمر بفضل القوات التي اعتادت التثبيت والرصد في جبهات مفتوحة والتي أكد لنا قائدها أن التعاون بين الفصائل الإرهابية حاضر ونتائجه موجودة بالمئات على طرفي الطريق للأخبارية السورية خالد الخطيب إثريا طريق السلامية حلب اشتركوا في القناة